اغاني وطنية حماسية وبرامج وندوات سياسية على وسائل الاعلام تحشد الرأي العام العراقي لتأييد حملة الجيش العراقي في الانبار لم يقتصر هذا على وسائل الاعلام التي تملكها الدولة بل امتد لقنوات فضائية ومحطات اذاعة وصحف خاصة وسائل اعلام كانت معروفة بمعارضتها الشديدة لسياسات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ايذت حملة القوات العراقية في الانبار ليست المؤسسات فقط فبالنسبة لكثير من الاعلاميين انفسهم هذه معركة وطنية وليست خبرا عاديا الاعلام ونقابة الصحفين العراقيين عندما رأت ان القضية تهم مستقبل الاراق ووحدة الاراق اخذت على عاتقها تحث الصحفين تحث وسائل الاعلام بان القضية يجب ان ندعم الجيش ندعم عشائر الانبار الذين وقفوا مع الجيش نشاط القوى التي تقاتل الحكومة العراقية تظهر في صورة مقاطع فيديو ورسائل يضعها ناشطون على شبكة الانترنت لا تمارس الحكومة العراقية ضغطا مباشرا واضحا من اجل تحشيد دعاية لها فبعض وسائل الاعلام التي تصدر في بغداد تعارض الخطة الحكومية بشدة لكن الصحفيين فيها يواجهون برفض واستياء من قبل الاوساط التي تؤيد العمليات العسكرية قدماتنا الاعلامية للأسف لا تمارس دور الاعلام أكثرها تمارس دور الدعاية الشخصية والدعاية الشخصية لما تكون الشخص معين طبعا راح تحكي بخطابه فخطاب الحكومة حاليا انه المعركة وطنية بس بدون توضيح الاسباب بدون ما يعني لما يكون هو الارهاب يعني ما حجة أحيانا هو موجود ما قولك ما موجود بس يعني استخدمه ذريعة حتى يحاربوا وين شانوا هذه الفترة كلها نجحت الاستراتيجية الاعلامية للحكومة العراقية في المرحلة الحالية في خلق رأي عام مؤيد للسياساتها أما الأصوات المعارضة فموجودة العمليات العسكرية مستمرة وهي تجري الآن لا على وقع الصواريخ والمدافع فقط رافد جبوري بي بي سي بغداد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر